ثمن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الدور الكبير الذي يقوم به القضاء في الدفاع عن الحقوق وإرساء دعائم دولة القانون وتحقيق العدالة الناجزة جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء إلى مجلس الدولة لتهنئة المستشار جمال ندى بتولي مهام منصبه كرئيس جديد للمجلس حيث أكد محلب نقضة مصر هم سدنة الحق والعدل وأشار المهندس إبراهيم محلب إلى أن الدولة حاليا في حالة حرب ضروس مشيرا إلى أن العدو في حرب عام 73 كان من الخارج وأن عدو اليوم من الداخل ويريد تعكير صف المصريين كما أكد محلب أن مصر بجيشها وقضائها ورجالاتها محمية بإذن الله مشيرا إلى أنه سيتم إصدار تشريعات لحماية الوطن من المخاطر الداهمة